بخدر الناس عطلت فتحت شوية كابتن مصر وكابتن نادا لي كابتن محمد عبداليك أهلا بيك زكبت الحمد لله تمام أهلا بك تجايبيني فقط غلط ليه بس وحشتنا أهلا بنا خليك أولو مبروك وأتمنى إن شاء الله تبقى برنامج هادف إن شاء الله والقناة تبقى منبر إعلامي تقدم الحقيقة لأننا دايما محتاجين للحقيقة محتاجين للصدق أتمنى إن القناة تكون منبر لهذا الحقيقة وهذا الصدق في كل المجالات إن شاء الله في 6 جبتين إذا أقول لك في توقيت غلط أخبار الأحداث السياسية اللي حصلت إيه؟ أنت خواخدني كده معنم السياسي لا بس طبعا مهم أنك تعلق أه طبعا القرارات ثورية قرارات أنا أراها أنها متأخرة شوية متأخرة أه طبعا إنما لأن الوتيرة اللي كانت ماشية بها الأحداث كانت لازم هزر رتمي من القرارات أو هزر شدة أو الحزم يعني أو بالضبط هذا النوع من القرارات لأن قرارات هذا نبض الشارع الموجود الناس مش حاسة باختلاف كتير باختلاف كبير تاركة صعبة تاركة كبيرة بها مشاكل كثيرة بها فساد كثير لسه موجود آه لسه موجود طبعا لأنه يعني ما عاوز أقول إن عاوزين نبدأ صفحة جديدة عاوزين نبدأ بقى من المفروض كنا بدأنا من سنة أو سنة ونص أو سنتين كمان المفروض دلوقتي نبدأ بداية صفحة جديدة يبقى فيه توافق أهم حاجة البلد توقف على حلها والبلد تمشي لقدام إن شاء الله وأعتقد إن القرارات النهاردة يعني طبعا يعني إنت نسياسي أوي أما من السياسي لا الاستقرار غائب في كل المجالات لازم أن نستحس بتمؤنينة نستحس بأن فيه أمل فيه تفاول كل ما يبقى فيه بارقة أمل يجي الأخرون يسدوا هذه البالقة من الأخرون؟ الله أعلم يعني ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا والقلوب إنما دايما دايما عندي حسن الظنب ربنا سبحانه وتعالى ودايما بقول اللي حصل ده رباني من الأول فأتمنى إن شاء الله يبقى اللي جاي أحسن لمصر لأن البلد دي والشعبها الموجود يستحق كل الخير يستحق إن بيبقى بداية قوية مصر تبقى رائضة زي ما رجع جزء منها كبير إنها ترائضة في المنطقة وفي الشرق الأوسط أعتقد إننا إن شاء الله نايما نحس بهذا بالقضايا الداخلية الموجودة في مصر يبقى فيه نقلة في البلد المواطن البسيط يحس بيها مش ينعم الدستور مهم اللجنة التأسيسية مهمة مجلس الشعب مهم مجلس الشرق مهم كل الحاجات دي مهمة إنما المواطن البسيط همه الوحيد إنه هو يأكل وشف ومسكن كويس وتقدم الوزيفة كويسة ده المهم بالنسبة للمواطن البسيط بجانب الحاجات اللي احنا ماشيين فيها الدولة ماشي فيها بابناء مؤسسات قوية مؤسسات تشريعية مؤسسات تنفيذية أتمنى أن زي ما بقول التاركة صعبة دايما التوافق دايما يبقى موجود بين القوى المختلفة السياسية بس دي مش قادرين نحاقها يعني مش قادرين نحاقها دايما دايما دا متوقع وده متوقع إنما زي ما بقول اللمسة الربانية هتكون موجودة اللمسة الربانية هتكون موجودة طبعا فتمنى اللي هي النظر الربانية لأنه زي ما بقولك البلد دي محتاجة ربي صحة تعالى حريصها فكل ما تيجي حاجة توقحها تيجي بريقة أمل تشيل هتين فأعتقد إن شاء الله مصر لن تركع وزي ما بقول إن شاء الله يبقى فيه تفاقل الناس فيه تشاعم في الشارع إنما دايما بقول إذا يعني القرب اشتد ربي صحة تعالى بيفرجها وأتمنى زي ما بقوله يبقى التوافق من الجميع بداية صفحة جديدة نبني مش نهدم نسيبك من الماضي نفكر في المستقبل عاوزين واحدة واحدة نبني مع بعض ما نفرقش ما بيننا ما بين بعض زي ما بقول ما فيش فصيل واحد ولا حزب واحد هيقدر يشيل التاركة هذه الصعبة لازم كل ما توافق ومبدأ الكفاءة والأمانة يبقى موجود ده أعتقد إن لكل المبادئ الموجودة ما فيش حد يختلف عليها تمام طيب كابتن بوتريكا إحنا هنطلع لتقرير دلوقتي نتفرج عليه وبعد كده هرجع أخش معجبة في حوارات يعني عن النادي الأهلي وحوارات عن أحداث بورسعيد وموقع الترادس وحاجات كتير جدا منها حاجات سياسية أنت بتقول أنت بش رجل سياسي ولكن تدخلت في السياسة في شكل كبير وكان ليك مواقف سياسية منها وأهمها طبعا دعمك للدكتور محمد مورسي في يعني الإعلان المتلفز الذي حصل ودعمك الصريح لي فإذن فيه كده وفيه كده التدخل برضو في السياسة يعني برضاق المهم من نواية المهم من نية المهم من نية طيب نشوف التقرير وبعدين نرجع وعشان نبدأ بقى الحوار القوي مع كابتن بوتريكا وزي ما قلت لكم كل الكلام عن قرارات سيد رئيس